السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم خمسة نوفمبر الفين وعشرين نتمنى الفيديو دي يجبركم في احسن الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. الموضوع البارس دي لهاد الفيديو هذا هو ان المغرب كيمدد حالة الطوارئ الى غاية دوجنبير ان شاء الله الرحمن الرحيم. اه قول من هيدا اعافكم وغيرت نخلي لكم اللي بغاء واللي كيهموا يعرف شوية دي العلوم الطيران. اه يعرف شوية على الطائرات. عشكة وقاعد الحاجة في الطيارة. لاش ما كيعملوش هاد الحاجة في الطيارة مطارات. لاش كينا هاد الحاجة في المطار. لاش ما كيناش. مهم معلومات تقنية حول الطائرات والمطارات. قد نخلي لكم انستغرام ديالي. بالنسبة للناس اللي بغاءوا يتابعوني في انستغرام كذلك. اه كنعمل فيديوات قصيرين. كان عمل تصاور شي مرة كنعمل كيفاش كندوز النهار في الخدمة ديالي في المطار. اللي بغاء يتابعني في في الانستغرام ما حبابيه. انا عاد نخلي لكم هنا يا انستغرام. ومبعد. اه غير المواضيع اللي كان عمل في انستغرام. هي مواضع تقنية. يعني. علاقة من الطائرات والمطارات. يعني ما عنداش علاقة بالسفار. وشروط السفار والدخول والخروج من بعض الدول. ولا الدخول والخروج للمغرب. اللي بغاء يسوبني شي حاجة على القضية ديال السفار والرحلات. وكيفاش عمل الامور ده بافضل هاد الجائحة هادي. نخلي وهان اليوتيوب. واللي عنده اهتمام. ولا بغي عنده يعني حب المعرف وحب الاستطلاح. وبغي شي سؤال. مهم. يشوف في انستغرام. ولا اعجبوه ايعمل لايكات. ولا شي تعليق ولا سؤال. اه ندوزون اه. اول حاجة ندوز معكم من انستغرام ونوريلكم. وبعد ندوزون الخبر ديال اليوم اللي هو. المغرب يعلن عن تمديد الحالة الطوارئ. يعني ما تناشح سن عشر نوفم. اليوم ما كانوا حد اجتماع. ويعلن عن حالة الطوارئ. اه. غضي نقرأ معكم كذلك البلاغ. ويمكن في الاخر نعملوش شوية ديال السؤال جواب. الاسئلة اللي كيسول لاخوة وناخوات. احسن لاخر الفيديو. وشكرا مززا. اه دول حساب ديالي على انستغرام. اه باكالي. افياتر. اه مهم هنا اي كنعمل تساور ديال الخدمة. شي مرة كنعمل ايستورياز ديال. ديال اه. كيفاش كنتوز النهار من اللي كندخول الحساب كنخروج. شنو ما المشاكل ولا شي حاجات اللي كتواجهني في الخدمة. اه كين فيديو واسط طبعا قصص رن ديال اه. مهم اه يعني فيديوات تقنية كتتعلق بعالم الطائرة. مهم لا بغيتو مرحبا بكم عندي. اه اه الى كانش اسئلة ولا هدف فيما يتخل فيما يتعلق بالطائرات والمطارات. يعني ماشي بالسفر بحال اللي كنعمل في يوتيوب. الاسئلة ديال السفار والحدود والشروط وهذا نخليواني يوتيوب. وانا ايا اذا اعجبكم هذا الشي اللي كنعمل هنا ايا. اصئلتكم مرحب بهذه الطائرات. اذا كانش حد عندو شي خوف من الطيارة ولا شي سؤال فراس من الطيار. يعني يعني للطيارة ولا للسرعة ديال الطائرة ولا شي حاجة. مرحبا بكم. اه مهم. اذا اذا اول خبر اللي جاء في اسبريس. الحكومة تمديد حالة الطوارئ الى غاية اه الى عشر دجمبر المقبل. اسبريس من الرباط خمسة نومبر الفين وعشرين. اه قررت قرر مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس في الرباط تمديد حالة الطوارئ الصحية. لشهر الاضافي الى غاية عشر دجمبر المقبل. وذلك في اطار جهود مملكة المغربية المبدولة. لمكافحة تفشي الوباء. وسادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة الجائحة. معلنا استمرارها لمدة اربعة اسابيع اضافية. مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدى بلد الوزير الداخلية يهدف الى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب مهم كي تكرر الكلام. من يوم عشر نومبر الجاري في الساعة السادسة مساء الى غاية عشر دجمبر المقبل في الساعة السادسة مساء. واجازة مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على السعيد الوطني بما يتلاءم مع هذه المعطيات بالاضافة الى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزم واحد من النظام العام الصحية على مستوى عمالات واقاليم او جماعة او اكثر. مهم هذا هو الخبر البارز احنا نبقى بالعنوان الخبر اللي ما كنتظر في اسبريس قريته معكم. الحكومة تمديد حالي الطوارئ الى غاية عشر دجمبر المقبل هذا هو العنوان للفيديو ديالنا المهم وهذا علاش اصلا مورتنا من النبي. هذا الساعد غنام السلام عليكم انا عندي الفول لإستنبول نهارة 13 نوفمبر من مادريد ولكن انا جاي من لاش بالماز. عندي سكال في مادريد واش كان شي مشكل شكرا. لا خيساعد ما كان حتى شي مشكل. واش مسافر مع بيغاسوس ولا تركيش. براهيم السلام عليكم شكرا اخي على هذا البرنامج. الفيديو غايقل بالنسبة لتحليلة ديال بيسير واثنين وسبعين ساعة. او تمنيه واربعين ساعة مع رام شكرا. لا اما اما اجاوبك الا اخوان والاخوات. اا اا اثنين وسبعين ساعة وماشي غير مع رام. مع اي شركة داخل المغرب اثنين وسبعين ساعة. لان القانون ديال الدولة ماشي ديال الشركة. والله يصر الامر اخي ورحمة. ايه. صيبكاي مهم. اذا قد عيد البكاي. ما عرف تشي لاش. ارأيكم اسميع الي البكاي. مبدلوا الرجعوا بعدها. اضحاك ولا الفرح. ما علينا. انا عارف الحلو الاخي. ولكن المشكلة انا شريد تذكيره مسبقا. وانا فقط. اه يعني انت شريد تذكيره. ولغوها لك. ولكن بغيوني في الثامن ديال التذكيرات اخدها الريح الاخرى. وانا فقط. وريد تذكيرك لمن يريد سفر سياحة الى الفيليبي. لا يمكنهم لان الفيليبي. رهها منعه. حاليا السياحة. بطبيعة الحالي. الحلول اللي اعتزب بالنسبة للقطرية. الناس اللي عندهم خدمة. وراجعين بالدول اللي يخدموا فيها. اما بالنسبة للسياحة. المغرب. وراه مانع انك تخرج سياحة من المغرب. يعني. اه. ما بالك يعني. طبيعة الحالة للفيليبي. ما قلنش عربية انها منع السياحة يدخلوا لها. ولكن الناس اصلا ما يمكنش تخرج من المغرب سياحة. يعني. الفيديو اللي عملت على القطرية. كتبشي من مدريد من عديد من الدول. يعني كحلول. كين الناس خاصة من جنوب. في. اه. كوريا الجنوبية. كانوا بزاف دي الناس طالبين يعني. تجدهم كحلول فقط. اه. نزل نقراش من المسخلون. وتجد احسارات مدمرة الدرجة الخامسة. وكذلك اخي. انا اتصلت بالقطرية كل يوم. وتقرل ب. انهم لم يدخلوا للمغرب. وان المواقع كادبة حاليا. لا تجد اي طائرة داخل المغرب. اخي بكاي مهم. انا اخوك البقالي. انا وريد دليلا قاطعا منك. واتصال فوري للمغرب الماطق. واخي شحان كلها. دليلا قاطعا مني. عارت شنو المشكلة بالضبط اللي عندك مع القطرية. قولك وشكت عايت الوكالة او لا يعني تقريبا في كل فيديو تقريبا كان جاوبك. وما عارت تلقى معك الحل بالضبط. قولت انه وشري تلبيه مشي وكالة. يعني مشي مش شركة يعني بطريقة مباشرة. يعني اجونس شري البيه. لان الكادية لك هذا صعيب. وغريب ومساعدي. لكل معلومة جهة تقدمو لي. هذا ما بس نقدره غير نعاونك بشي حاجة. المرة اخرى قلت يخصك الدليل. احنا عملنا لك الرادر يعني مباشر وهذا. وعطيناك بانها راكت تدخل المغرب. وكذلك احد المتابعين هنا يا في اليوتيوب. اعطاك الموقع. اعطاك الفيديو يوتيوب دير واحد السيدة. فلوغر تاية. عملت اليوتيوب جات هي وولدة في القطرية. ويعني كتمن الفلوغ بانها راكت في القطرية للمغرب. وكذلك هو انا يا بس تينكس. واحد عوث اني هو يجوك هنا. او ويعطيك الدليل على ان القطرية كتدخل المغرب. وفي صراحة والله ما عرفتش. علش الكادية لك هيدا. علش بس يقولوا لك لا. قولوا كين شي حاجة. كين شي حاجة احنا ما عرفينها شي. شي حاجة ما كتعاوض لنا شي. يعني تقريبا جميع الناس. الحمد لله. اللي يسؤولون هنا. احنا فدناهم. وحتى المتابعين فادوهم. يعني كان التعاوم بين الجامع إلا. الحالة ديالك هي اللي. مستعش يا شي شوية ما عرفتش. حاول تعطينا معلومات أكثر. باش نعرفوا شو منه كين. بعد غرق النواج موكالة. او لا شريتي من القطرية. يعني شلان القطرية. هم يتعاملوا مع اللي باساجي ديالهم. مزيان زمحا قليل. في كي يكون يعني التعامل ماشي بطريقة صحيحة. عنده مواعر وممعنس. مهمة. معرفتش. ما اقول لك أخي والله معرفتش. ما ارى شنو وقع بالدبط. نتمنى ان الامر ديالك تنفرج. ولكن إلا كنت شاري موكالة. طبعا الحال الوكالة. هي. ما غاديش. كي يحاولوا ما امكان ما ي. ما يرجع الشتامان ما يبدلش به. ولكن تشاري معن القطرية. ديريكت. يعني. أولاين. موكالة ديال القطرية. يعني راس. كي يجيني سعيب ان يتعاملوا معك. بطريقة هذه. يعني. مخصوم الصراحة يتعاملوا معك. مربحة طريقة. حانا. اخويا. انا عندي الطيارة نهار 13. واش مازال حالين. اختي حانا. ما عرفت ما عامل مسافرة نهار 13. ولكن دبا مع تمديد حالة الطور. ان شاء الله رحمه الرحيم. لأمور رأيه باخر. ما عندهمش على شيء غير رحلة. ولكن إلا قلت لي الشركة. نقدر نتأكد. بطريقة اخرى من المعلومة. هادي رجاء. اخويا البقالي. انا بغيت نمشي لعمان. جوردان. لقيت. من المغرب القطر. ومن قطر لجوردان. مخفت. لقى مشكلة في المطار ديال قطر. ولا عادي. وشكرا. اختي رجاء. ما خان عندي. نشوفك. هادينا اختراج. لعددو ترانزي. بوحة. شوف هاوما الناس هنا يسولوا نفس السؤال ديالك. هادينا شوف شي حد يعطى. فين تقدر تدخل تجبض معلومات. هادي الجزيرة. كتعطينا اخبار تجتهم. و لكن هادي. بالنسبة للناس اللي غادي دوزو في قطر. اللي غادي دوزو ترانزيت. شوف. عدخلنا تصفحة هادي. و ها هي كينب العربية. و كتجبار. مثلا المغرب داخل. بالنسبة للقطر المغرب داخل. في القائمة دي الخضراء. الخضراء للدول الخاصة بالكوفيد. هاتين هادي تمتح ديالة 22 اكتوبر. كتقلب هنا اياه. اوه دا بعد شوف المغرب. هاي المغرب. تتشوف معايا. يعني المغرب داخل في الدول. نقوله الخضراء. بمعنى انه يعني. ما عنداش هاي ريشك. يعني عنداش غطورة كبيرة. بالنسبة. لا. القاطر. ولا بغيتي تتأكرا. كين هنا اسئلة واجوبة. و كذلك. كين اوحد تشاطي هو. تقدر تشاطي معاهم. و يعني تقولهم شنو بالدبط. شنو بالدبط. بغيت. انا عايت. دا بعد نتراري. تشوف لتم هنا. في الخدمة. نشوف الى حد. الى شي حد ملك يدر قاطر. يقدر يعطني شي جواب يعني. يكون اكتر تحديدا. ان شاء الله. و اللي. دوانة دي اللي كنت عملت. بالنسبة للأردن. اي هنا. يقدخل و كتجبر الشورط. للسفرة للأردن عليك الاستمارة الصحية. للدخول للأردن. الاستمارة الصحية. الفحص والتأمين الصحي الغير الأردنيين. الإجباري. مهمة هي ذاك الاستمارة. بالنسبة للمغرب. حتى الأردن ديروا حد القائمة خضراء. يعني بالنسبة للدول. بالنسبة للأردن. ولا قطر كذلك. قطر عند دخلها في الدول. يعني. يلو. السفراء. والمغرب داخل في الدول الحمراء. بالنسبة للأردن. يعني بالنسبة للأردن. ضروري يخصيك البيسير. مهمة اختيار جاء. شوفها هي. دي ساردو هاليدرالي. اللي يخدمو قطر. هنا في مدريد. اه. اصلا. باش تدخل. الأردن يعني. يخصيكو عندك البيسير. باش تدو صغير طرون زيد. في قطر. بطابعة الحركة اللي بولك. البيسير. في الرحلة اللولة. يعني اللي عدخل منها من المغرب. اه. نتمنى نكون في تكبال المعلومات هذه. ولكن شي سؤال اخر. مرحبا بكم. انت اياه والناس كاملين.